موسمين يا كابتن في المباراة القادمة بمعنى أنه هل يلعب ناس غير اللي بتلعب دايماً يعني برضو لا يكون فعون المدير هو طبعاً لا يكون فعونه ليه لأن النادي الأهلي له سمة خاصة نادي صاحب 42 بطول الدورة عام صاحب أكبر نصيب في كاس مصر صاحب أكبر عدد في بطولات أفريقيا فالنادي الأهلي وجده كبيراً نعم فبقى مطلوب منه دايماً أما بيخش أي معترك الجماهير عايزة تأخذ البطولة مجلس الإدارة مطلوب منه أنه يشتغل على نفس المستوى فالنهاردة الكرة بتبقى مبنية على احتمالات لو جيت تقول أنا الماتش اللي جاي هلعب بعد بكرة طيب الععب كام واحد أو كام في المية من اللي يلعبوا يكونوا ما لعبوش وممكن مش حيلعبوا الماتش الأفريقي فالاحتمالات هنا هتبقى رايحة فيه اتجاه المنافس لو لعبت بالتين بتاعي مكتمل القوة احتمال أوصل للإجهاد لأنه عندي ماتش تاني وعندي رحلة ثمان ساعات في أقصى القرن الأفريقي كطيران والله أعلم يعني طبعا ربنا يوصلهم بالسلامة ساعات بتحصل طيارة مش عارف ايه ما عرفش ايه اللي فيه اصلاح في ايه فممكن بدل ثمان ساعات ممكن تروح واخدالها يجي خمستاشر ايه ساعة يبقى ده بقى الإجهاد مضاعف فمن هنا طبعا أنا بضم صوتي لصوتك فإن اتحاد الكهرة يعني ربطة الأندية اه اه ربطة الأندية اذا قدروا يعملوا حاجة لكل الأندية اللي بتلعب في البطولات الأفريقية لأن ممكن الحالة دي تمر على الزمالك تمر على بيروان تمر على المصري فيساعدوهم في القضية دي فهو هنا يعني حيبقى فحيرة يلعب بلعبين اه ما لعبوش الماتش اللي فات ولا حيلعبو الماتش أفريقيا اللي جاي مثلا هتبقى الاحتمال هنا صعب على النادي الأهلي المكسب وإن كان وارد كل شيء وخاصة ان البيراميز هو متصدر جدول المسابقة 26 نقطة فالنادي الأهلي لسه قال لي مبارتين مؤجلتين لكن في حالة اخفاقه في المباراة هتبقى الدنيا بتتصعب عليه ودي بتبقى خارجة عن إرادة المناطق هو طبعاً يعني حيحاول يعمل توازن في لعيبة معينة يمكن مبارح كان باين عليها إجهاد شوية في نهاية الشوط التاني يقدر يريح حد منهم ويلعب بودلاء وانا شايف يعني النادي الأهلي كل المجموعة اللي فيه رائعة الحقيقة طبعاً يعني لعب كأس العالم للأندية كان عنده سبع أو ثمان لعيبة أساسيين غير الإصابات اللي كانت عنده متعطلة لعب مجموعة كبيرة كويسة من الناشئين وقدوا أداء جيد جداً ودوا نتيجة ما كانش حد متوقعها